موسيقى يا صباح الحلويات على أحلق وطف الدنيا اللهم صلي وسلم وبرك عليك يا حبيب الله وحشتوني 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 وكمان مرة وحشتوني أنا حنان لو أول مرة تشوفيني أنا حنان من مباخي البسيط معها ولو أنت يا ستة كل أول مرة تزوريني وتخش كده في قناتي واشتركي وهتفع علي زر الجرس وإن شاء الله قناتي هتعجبك وفيديوهات كمان هتعجبك اعملي لايك واشتراك عشان تنضمي لعينتنا الكبيرة يلا كده نقول بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله لايك وشير وسبسكرايب للقناة أنا هنا صحية بدري جدا وعملت الفطار الجامد اللي حضرتكم شفتوه دوت كان ده فطر إيه حنان ده فول وطعمية وعش بلدي وخاص بلدي كمان والتنجان وبابا غنوج وبيد مقلي ونخلي المشاكل الأمر اللي احنا عاملينه وكمان جبنا بيضة وتونة كمان خلاص فطرنا بقى وحبسنا بالشاي وقلت يلا قوم بقى اشوف إيه اللي ورايا أنا صحية بدري وعايزة كمان اليوم بتاعي كده يكون بدري واخلص كل الورايا وزي الفول وده اول روتين ليه في غرفة النوم وقلت يلا كده نعمل تنظيفة عميقة كده والاكس بقى والكلوريكس الالوان والصابون بقى والرغاوي في القوضة كده وهنشوف معانا روتين جامد جدا ما تيمشيش من الفيديو استني عشان الفيديو مليان مفاجآت ومليان حاجات حلوة جدا وحاجات وفيديو كده تشجيعي وحماسي وحلوة جدا يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم انا كده بقى دخلت على القوضة وجبتها من فوق لتحت يعني عملت زعافة كده القوضة استقفي من فوق وكمان نزلت كده على السرير وعلى الدولاب وعلى الكوميديون وكل ده مسحته كده معاكم وكمان نزلت بقى اكشلت كده الملاية وكمان اه هجيب بقى المفرش المجد الدفاية الامر دوت اللي بيدفيه حلو جدا والواناته كمان جميلة جدا وحلوة اعيز انصحك بي لو انت لست عروسة وبتجددي هاتي ولو ست بيت وبتجددي كمان هاتي خلاص لبست بقى الخدادية الكبيرة والتكايتين الصغيرين وكمان فرشت بقى السرير وبصوا بقى جميل وحلو جدا بصوا السرير بتاعي بورج ايفل والدولاب والتصريحة واخدين نفس الشكل بورج ايفل شكل حلو جدا وجميل جبت بقى كل ركس الوان في المياه كده وبصوا بقى ادي تديه وقدي بقى وننظف تنظيفة عميقة كده للغرفة النهاردة عشان الغرفة بتاعتنا تكون بتزغرت كده من النظافة. خلاص جبت بقى كده كل ركس وبصوا كل حتة في السراميك في في القوضة بقيت كلها اجي عليها. حتى الحيطان والله مس بتاع كل ما لقي حتة كده مش نظيفة او من جاي عليها واخصلها كمان. بصوا كل حتة كده في القوضة نخليها بتزغرت كده من النظافة. خلاص خلصتها كمان عشد بقى كده بالمساحة. انا مش عامل ميا كتير عشان طبعا الخشب والدلاب والسرير والكومودينو. وكمان انا حطى الطلاجة عشان ما تقهربش كمان. فبرده ما تحطيش انت كمان ميا كده كده كتيره في الغرفة علشان متحافظة على الخشب بتاعي. جيت هنا كمان حسيت هنا الحتة كده متسخة. جبت الفرشة بتاعت البسجاد او فرشة البلاط. وعملتها بيها كده. وكانت نطفة بقى زي الفولبوسو. وكمان عملت بقى المفتاح بتاع المروحة ده. وخليتها حلوة. عايزة لايك حلوة بقى ايه? النظافة الحلوة خليت الحيطة بتبرق. عايزة لكو الكورليكس الالوان ده فعال وحلو جدا وبينضف حلو جدا جدا جدا. في اي حاجة في الدهون في اي حاجة صراحة حلو جدا وجميل وبيرغي كمان. كمان مسحت التسريحة بس معرفتش طبعا انا جيب لكم المراية بتاعت التسريحة بس انا طبعا مسحتها ويخليتها زي الفول بتبساحها باي حنان مش بمعطق مش بملمع ولا بفوت ولا بجرانين ولا باي حاجة انا بجيب سلك الليمونية. سلك الليمونية بتاعت المواعين عادي بقومت جاية جايبها بس تكون نشفة زي ما هي وبعمل بها بيتخليها نظيفة وزي الفل وبتلمع وشكلها حلو جدا خلاص كده مسحت بقى القوضة كده بس بتاعتين شف شغلت عليها المروحة عشان خلاص بدري بدري وبسوا بقى ده شكل القوضة وده الشكل نهائي وبسوا كده الدولاب عندي برج ايفل وكمان الغرفة كان شكلها حلو بالتسريحة بس معرفتش اجيب لكم التسريحة عشان انتوا عارفين الزاوية وبكده فان شاء الله يعني بتعكس الصورة وكده فانا مش هينفع ان انا اجي كده في الصورة بسوا بقى كمان السرير وده الشكل النهائي انا حط هنا التلاجة لان زمانتوا عارفين مبخي صغير جدا ومش هينفع حط فيه التلاجة فهي هنا كده التلاجة محطوطة وحطة كمان التقطوقة ديت حطها كده يعني كرسي للتسريحة لان طبعا انا ما عنديش كرسي للتسريحة والحمد لله ربنا يدمها علي نعمة ويحفظها من الزوال احلى قوضة وبحبها جدا وبحب شقتي جدا مع انها بسيطة بس بقى شقها وبقى رشة المعطر اللي في الاخر دي حاجة تاني تعالوا بقى كده نشغل الغستالة لان عندي غسل كتير جدا تعالوا بقى نشغل الغستالة فهنا كده مليت الغستالة حطيت هنا خل وكلور وأكسي خل ايه؟ عطيت كلور وأكسي وضوبت كده في الغستالة بتحط كلور في الغستالة حينا ايوا بحط كلور بس بحطه كده الأول مع المية بعد كده بخليه يتاخد لفتين كده وبعد كده ايه؟ ومجاي بقى حطة فيها الميليات بتاعت خلاص وبحطه كلور للهدوم الفتحة بس يعني هدوم فتحة هدوم الأولاد مثلا هدوم بيضة بس كده كده كمان كنت نشرت وكنا كمان كده لسه كنا على الصقه 11 كده أو 10 تقريبا وكده قلت بقى ايه؟ عشان ياخدوا الشمس كده من بدر كده ويه كمان حطيت اللحافة بتاع السرير والتنون دوت يتشمس كده وياخد حبة الشمس حلوين تعالوا نشوف هنعمل غدا ايه بقى؟ وهنعمل غدا نماتين معايا هنا طماطم وبصل جوليان ومعايا قرنفل ومعايا حبهان وفلفل اسود وكمون وكسبرة نشفة ومكعب مرأة دجاج ورق لورا هدعك الخلطة الجبارة دي بأيدي كده انا ايدي نضيفها الحمد لله وانتو عارفين انا ما بحبش قلبس جلوفز في ايدي انا بحب قلبس كل حاجة بأيدي كده وطبعا اي ست بيت في المطبخ طول الوقت تخسل ايديها على طول خلاص دعكت بقى دعك الخلطة دي لحد ما تنزل كل المية اللي فيها كده البصل ينزل ميته وكمان الطماطم تنزل ميتها وانيجي هنا في الحلس اللي سين معلقتين من السمنة وانزل بالخلطة دي واخطيها كده على نورها دي تتشوح كده مع بعضية وتتسبك كده وبيتبقى طعم حلو جدا خلاص كده اتسبكت كده فجبت بقى الحلس جبت طبق كده وخدت منها تلات معالق على جنب واجب بقى الوراك بتاعتي وأورستها كده واحط بقى الخلطة اللي انا خدتها دي على جنب على وشها هنا بقى سبتها كده حوالي تلات دقائق نزلت كل المية اللي فيها وبعد كده حط مية مغلية من الكاتل واحطها على عين اللي وراء زي ما حضراتكم شايفين هنا جبت بقى التوصص للسطين ديت وجبت نصف كيلو من البصل المفروم فرماه في الكبة مع معلقتين سمنة واشوح بقى البصل دوت وخليه يطبل ورش بقى ملح وفلفل اسود عشان البصل يطبل معايا بسرعة جدا هتعمل ايه حنان اصبور وانا هقول لكم هنعمل ايه هنعمل اصنية حلوة جدا وكلكم بتحبوها وانا كمان بحبها ويطعموها حلو جدا ومقرمشة وحلوة جدا خلاص انا كده دبلت البصل هنزل بقى بنصف كيلو من اللحمة المفرومة يتبل معايا كده يتعصق معايا كده ويه كمان يغير اللون كده للون البني مكعبين كده ورقتين من وراء اللورة هقلب بها كده عشان تتشوح كده وتدي اللون البني زي ما حضراتكم شايفين كده على طول مكعب من الملأ الدجاج مكعبين كمان ورشة من القرفة ورشة من العشر بهارات وكمون وفلفل اسود خلاص كده أسيبها بقى على جنب عشان نعمل تعالوا بقى نجيب هنا بقى لحل السلسين مع ملأتين من السمنة ومعلاقة كده من الطوم المفروم وعليها كمان فلفل مفروم وضرباهم في الكابة وبيدوا طعم حلوي جدا للأكلة اللي هنعملها ليه معلاقة صغنونا خالص 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 من هرسة الشطة اللي احنا عملينا مع بعض عشان ما تبقاش حرقة معايا وهنا كده هنزل على العصاق بتاعي بفلفل مفروم فلفل بس مفروم من غير طوم ومن غير أي حاجة خلاص هقطع عليها واسيبها كمان على نار هادية كده هقلب بقى الطوم بالفلفل بالهرسة الشطة دي واتبقى وحط كمان رشة كده من الكزبرة وانزل بقى بعصير الطماطم اللي احنا مسبكنا مع بعض اللي زي العسل وكأنها فرش وزي وجميلة جدا كأنها فرش اللي تقعد معاك لمنذ سنة كاملة خلاص انا كده كنت سلقت كمان ربع كيلو من اللوبيا انا مش عارف والله دي لوبيا ولا فاصلية بس انا مسميها ام عيون صودة لان انا بطلغبط بين اللوبيا وبين الفاصلية لو في حد زي بيتلغبط لو انت بتتلغبطي زي حالاتي كده يبقى احنا زي بعدين انا بقولي تحت في الكومنتات انا بيتلغبط زي كحنين انا طبعا صلقتها صلقتها وحطيتها بقى عالتقالية لما تسبكت كده وصبتها كده فيها عشان لما تتسبك تشرب من الصلصة اللي فيها ولما شربت كده من الصلصة اديتها بقى رشة ملح ورشة فلفل اسود ومكعب من المرأة ويسبتها برضو كده على نار هادي وبعد كده زودتها من الشربة وكانت الفراخ استود طلعتها وصفيته الشربة وخليتها زي العسل هاخد بقى اللوبيا كده حطها تاني على نار هادي كده على انه اصدغنونا كده تكمل سواها خلاص وكده كنت بحمر كمان الفراخ الناحة التانية مكان مكان ما كنت حطى الحلة كده واتعالوا كده بسخن كمان العصاق كان العصاق كان استوى معايا فكنت بسخنوا معايا هنا كده كبايتين من اللبن على كبايتين من الشربة سخنين اللبن سخن والشربة سخنة عشان نعمل صنية رؤاء وتبقى حلوة كده ومورقة وحلوة جدا هتعملي الرؤاء باللبن ايوا هو الرؤاء احلامة باللبن وطعمه حلو جدا ونجربي الطريقة دي ومش هتندم ان شاء الله جبت سنية المونيا وده هنتهى من السمنة الاول وبعد كده كده حطيت بقى اول طبعا من الرؤاء انا الرؤاء بتاعي كده صغير فحطيت اثنين جنب بعد كده ووستنتهم وزبطت الطبقة اللي تحت حطي بقى وحطيت كمان على اللبن والرؤاء حطيت سمنة حطيت ثلاث معالك من السمنة كده صيحتهم ونزلت على الرؤاء تمام عملت لايك ولا لسه عملي بقى لايك لقلب اختك لأختك حنان لايك كمان بيفرق معايا جدا وبيرفع من الفيديو وعايز اقول لك والله انا تعبت في الفيديو ده جامد جدا 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 وهتشوفي الفيديو مليان تفاصيل كتير كتير وبعد تخرج من الفيديو لاني لسه فيه كتير جدا خلاص تعالوا بقى نرجع للوصفة بتاعتنا عملت كده اربع طبقات من الرؤاء وانزل بقى بالعصدق بتاع عايز قالوكم كانت سنية رؤاء مليانة مليانة اللحمة كده وكانت طعمها حلو جدا مشتكل كده الرؤاء تلاقي مفوش لحمة لأ كانت طعمها حلو جدا وكمان كانت مورقة وزي الفط السمنة حطي السمنة كده في الشربة ما تدينيش رأو رأو كده لأ حطيها في الشربة بتخليها مورقة وزي العصر كمان عايز اقول لكم انا منسات ما بقيت اعمل رؤاء كده ما بقتش اجيب الجلاش كنت اقول بحب الجلاش بس يعني بحبه اي حاجات كده متكسرة خليها تحت وعشان تبقى تدارة تحت وبعد كده هحط السليم كده على الوش عشان اضغط بايدي كده عشان تبقى الصينية كلها مستوية وتخرج معاك الخرطة بخرطتها وحلوة جدا بصوا بقى انا ولا بحط بيك مبودر ولا بحط كده بس مع حاجات كده ناس بيحط بيك مبودر وحاجات كده لأ بصوا كل حاجات كده بلدي لبن وشربة ومعلقتين من السمنة وكمان معلقة اشطة كده وبصوا هندلع صينية الرؤاء بتاعتنا دي وهتبقى مورقة وحلوة جدا غطستي بقى الرؤاء كده في الشربة واللبن وشربيها كده ولازم يكون الشربة معاك سخنة واللبن سخن علشان الرؤاء يطرى معاك جبت بقى معلقة من السمنة وحططها كده وحططها للوش لان الجو طبعا سقع فسمنة مجمدة وجبت كده تلات معالق من القشطة وده هنتوم كده على الوش بصوا هتشوف هفوها فطيرة دخلتها بقى الفرن درجة حرارة ومتين في الرف الفنوس من غير شواية خادت الوش الامر اللي حضراتكم شايفينه ده جبت كده كبشة منه الشربة وحطها عليها كده وهي لسه خرجة من الفرن حالا عشان يعني تبقى طرية ومقرمشة يعني فهمين امتوا ازاي مش مقرمشة قوي 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 لأ يعني هي مقرمشة بس تبرية كده من جوه وغرفت بقى اللوبيا او الفصول والله انا مش عارف انا بطلقبت انا مسميهم معيون سودة غرفت معيون سودة وكمان حمرت كده الفراغ وخدت اللون الجلدي الداهبي ده وعايز اقولوك والله كان عندنا عزومة النهاردة وشرفوني حبايب قلبي كنت بقى عاملة عزومة النهاردة ويجوا كده وشرفوني وكانت صراحة جميل حطيت اللمون الحلوة عشان الشربة كمان حطيت المخلل من غير المخلل معرفش اكل لازم المخلل يبقى كده معي كده على الاكل قرب سنية الرؤاق ديت ومش هتندعم ان شاء الله طعمها حلو جدا ومقرمشة وعايز اقولك من تحت واخد اللون الجلدي الحلو قوي ده ومقرمشة وفظيعة جدا كده بقى كنا تغدينا وشربنا الشاي وقعادنا بقى وكمان جبنا لبو وكاننا فاكهة وكنا زبطنا الدنيا فقلت بقى يلا كده وقوم بقى ايه اخذ الموعين واشطب المطبخ عشان يوم يكون كله نظيف كده والشقة كمان تبقى نظيفة وعشان الصهرة تكمل لو عايزين نعمل اي حاجة يبقى مطبخ كده معايا نظيفة فغيرت بقى اللعباية تاني ولبست بقى اللعباية الحمرة دي اللي انا كنت عاملة بها الغرفة الصبح عشان مش عايز ابيه اللعباية التانية دي انا قاعدة بها قدام الضيف كده فاشطب تبقى حلو تمام جيت بقى هنا على فقرة الاستغفار وفقرة الصلاة على الرسول الله وما صلي وسلم وبرك عليك يا حبيب الله صلي على النبي كده وانتي بتغسيل الموعين وذكرني وذكر نفسي وذكرني وذكركم بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم عايز قال لكم بقى جبت هنا بقى الصبون دوت والليفة دي كانت منساعدان صراحة على الغسيل النهاردة والمية كانت شديدة اخس الموعين ما اكسلش بقى واسيبي المبخ كده مليان اطباق والحلل وكده لأ قلت اشطب كده المبخ عشان اقعد كده ويبقى اليوم بتاعك كده كله خير وبركة واليوم كده ريق اما الواحدة بتخش المبخ تلاقي مبخها كده نظيف بتبقى فرحونة كده ولولا دخل تلاقي مليان موعين لأ حتى لو لما الموعين على جنب وكده بيبقى نفسيتك متضايقة انا على نفسي بيبقى نفسيتي كده متضايقة ونفسيتي كده زعلانة كده ان انا ورايا مهام كبيرة كده حسنا فيه جبل على العلبي لكن لأ لما بخلص بقى بكون خلصت كل مهامي كده وخلصت كل الورايا بقى قعدة بقى مرتاحة عايزة اخرج بخرج عايزة اروف اي حتة عايزة اعود اتفرج على الفون بتاعي امسك التلفزيون امسك الرمود عاجب لي طبق فكه عاملي كوبية قهوة عايزة عود مع ولادي اذاكر لولادي كده طبعا كل سنة والطيبين مدارس بدأت وكل سنة والطيبين النهاردة الصيام اتنواشر وابتداء من اتنواشر وثلاثتاشر واربعتاشر كل سنة وانتو طيبين رب نعيد علينا الايام بخير يا رب العالمين خلاص كده ابتديت الاول كده بالمعالق والطواني ديت بحب اخلص ايه كده بالمعالق عشان بالمعالق والسكاكين والحاجات ديت فاخلص منهم كده اول مرة يلا امي بقى انت كمان امي اتنشطي كده واشوف الوراك وخلص كده الوراك وعملي كمان العاملة اللي انا عملتها في الغرفة دي مسكي بقى الغرفة بتاعتك كده مسكي بقى الغرفة بتاعتك كده ويقومي بقى غيري الميليات ويعملي ازعافي كده القوضة ونفضي كل حاجة ومساح الدولاب مساح التسريحة بتاعتك ومساح الميراية كمان بسلكة زي ما انا قلتلك بسلكة نشفة وهتخليها بتلمع معيك وحلوة جدا حطي بقى كده كل ركس الالوان وبص يا عيزة اقول لك والله ما في احلى من النظافة النظافة حلوة ومفيش كلام فصراحة بيتدي كي ريحة كده وانتعاش وكمان رشة المعتر دي حلوة جدا انا عايزة لايقات كتير 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 للفيديو دو زي ما انتم شايفين الفيديو متعب جدا ويعني انتم شايفين كده 23 دقيقة لأ هو يعني منصبح الحد للعصر كده وانا في اليوم دو وزي ما انتم شايفين بخصل كده الموعين وطبعا القم اللعبية كده مبلول واددعاتي كده مبلولة طبعا مش عارفة اشمر عشان الكاميرا فعايزة لايقات كتير تشجعوني واقفوا جنبي اختكم في الله اختكم حنان عايزة يبقى عندها عائلة كبيرة 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 واخوات كتير 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 جدا جدا وتشجعوني كده واقفوا جنبي بلايقات كتير اللايك هو اللي برفع الفيديو عارف كده كومنت كده حلو منك عايزة اقوم اجيب الكاميرا بتاعتي واقوم اصور تاني وطلع احلى مع عندي واعملكوا فيديوهات تانية كتير انتوا ديتيني طاقة كده فعايزة اقوم بقى اطلع كده الطاقة اللي عندي كلها واعملكوا كمان فيديوهات كتيرة جدا والجاي احسن بإذن الله خلاص كده اعملولي لايكات كتير لأختكم حنين لايك بيسعيد جدا وبيفرح واللايك جميل كده مش هيخسر كده ده اللايك كده بيعمل ومش بيقهرب ولا بيعد ولا حاجة ده اللايك كده حلو كده وبيعمل عنوار كده وبيعمل لون حلو كده لون اخضر دوت فيبقى شكله حلو خلاص جيت بقى غسلت الالمونيا بتاعتي غسلت الصينية الالمونيا اللي انا عاملة فيها رؤاء كمان وغسلتها كده مرة واتنين لحد ما الالمونيا بتاعتي تلمع فيدي وكمان جيت على الحل السلستين دي غسلتها غسل حلوة كده وبستو ما كفلتش منكم كده لأ اقعد اخسل في الحاجة الالمونيا ولازم ننضفها على طول ولازم ايدينا في الالمونيا بتاعتنا عشان تنضف وتبقى حلوة معاك على طول وتعيش معاك خلاص كده كنت خلصت الموعين كمان الحمد الله خلصهم وكمان غسلت بقى الرخامة اللي هي البيش ديت بس ما حبيتش ان انا اطول عليكم وجيت غسلت الرخامة الصمرة ديت وجيت بقى على البتجاز قلمي بقى كده اي حاجة انا كنت حطيت عليه شوية من الميا عشان اي حروق بقى ولا اي حاجة تنزل تشتشة بقى لان جهزين طبعا عليه الفطار وجهزت كمان عليه الغداء فلميت كده اي حاجة بقى الرز اللي واقع والصالصة والحاجات ديت كمان لميتها وجبت بقى السبونشا بتاعتي والليفة بتاعتي ديت والصابون وغسلتها وكمان غسلت العين اللي في النص غسلت الفويل بتاعها لان طبعا كان متشتش عليها كده سمنة وصلصة ومتبهدلة كده فغسلتها على طول وهسيبها بقى تنشف انا مش هحطها على البتجاز دلوقتي خالص هسيبها بقى تنشف عشان لو حطتها البتجاز بيكون فيها مية كده وبتكهرب والبتجاز بيبتاعي بيكهرب لو في مية اي بتجاز كده لو سبت عليه مية لازم يتنشف كويس جدا يعني انا بعد ما بخلص اهو بمسك الفوط النشف الصفرة ديت وبنشف فيها البتجاز خلاص كده جيت بقى اخسل اشطف الفوط دي الفوط كده احنا بقى انا ثلاث اربعة ايام مش غسل نيهم بنغسلهم الغسل اليومي بس هنا بقى ايه عايز ان انا احطهم بقى في كلوريكس كده ونقعهم لحد الصبح عشان اغسلهم كده اغسلهم بقى على ايدي اما اغسلهم في الغسل على طول فمش مشكلة فجيت بقى هنا الاول كده اغسل الطبق انا الطبق ده كنت حط في مية عشان طبعا باخسل للرخامة والبتجاز فغسلته كده وجبت الجروف كمان غسلته خدي بالك دايما من حكتك واخسلي دايما حكتك كده والجروف نظافيه على طول عايز عليكم ان الجروف دوت ما شاء الله ده بتاع جوزي من ساعة ما تجوز وهو الجروف ده معايا فعلى طول واخد بالي منه كده واخد بالي من حكت نظافي نظافي حكتك هتعيش معاك وتبقى حلوة جدا اما لو اعملت فيها هتتكسر بسرعة وهيبقى لونة مش حلوة هيصعب عليك تنظفها خلاص كده غسلت بقى الجروف وخليته زي الفل بص بقى لما في كده لو في اي فتل او اي شعراي كده ولا اي حاجة فعشان يبقى حلوة كده وزي الفل تعالوا بقى نغسل كده الرخمة الحود عايزة اغسل بقى الحود وكمان غسلت السراميك والحنافية اللي ورا السراميك اللي ورا الحنافية وكمان الخلطاء الخلط طوت والصطبانة وغسلت وكله ما خلتش حتة في الحود كده مغسلت وحتة في المطبخ النهاردة النهاردة الروتين الرغاوي ونهاردة الروتين كله كان كان كله بقى رغاوي كده والصابون والمية كده واشتغل في المية بقلبي جامد لنفسك دفيانة وزي الفل خلاص كده نشفت الحود كمان جبت بقى الطبق كده فيه كلوريكس الوان وهزوده كده بالمية وانقع الفوات بتاعتي لحد بكرة الصبح ان شاء الله واخص الفوات حط كمان الفوط اللي انا بنشف عليها بصفي عليها الموعين وكمان الفوط اللي تحت الموعين دي بس الموعين تصفى وهحطها كمان ان شاء الله هنا بقى جبت كلوريكس الوان ورميت فقه في الارض كده بالكلوريكس الالوان وغسلته كده وخليت بقى المطبخ كل بتاعي بيزغرت من النظافة النهاردة النظافة حلوة فيش كلام بصوا المطبخ بصوا الامر بقى كنت كمان كده الوسط كده على صاعر اربع كده كان مطبخ نضيف شقة نضيف والشمس طالع وزي الفل بصوا ايه جمال دوات عملي بقى لايك للفيديو عايز لايكات كتير كتير لأختكم في الله بحبكم في الله احلى اخوات في الدنيا ان شاء الله يبقى عندي اخوات كتير كتير وبحبكم في الله باي باي با استنى بقى انروش راشد المعطر باي باي